طيب تعالوا نتكلم على تفصيلة تانية أكيد كل واحد مننا بيكون عنده هواية معينة بيعشاقها هنتكلم مع حضراتكم النهاردة من خلال التقرير اللي جاي عن واحد شخص من الأشخاص عنده هواية ومهنة ارتبطت بمهنة أجداده يعني المهنة دي والهواية دي تورطها أبا عن جد أكتر من مئة سنة قضتها أسرة الأرشفجي محمد صادق في جمع وتوتيق المواد الأرشفية وبسبب حضبه الشديد للنادي الأهلي جمع صور وقصص وحكايات لأهم المباريات والأحداث في تاريخ النادي الأهلي بشكل خاص وفي تاريخ الرياضة المصرية بشكل عام خلونا نتعرف عليه أكتر من ثلاث هذا التقرير تفضل أنا بدأت أبا عن جد مهنتي أجمع أو أبيع وأشترك كل ما هو جورنان كتاب مجلة قديمة صورة فتوغرافية ده من زمان مع الوقت بعد أن أجمع جرائد ومجلات صورة فتوغرافية قلت الله طبعا أنا أجمع الحاجات دي من أول عدد لآخر عدد بشكل عام مش بس دي فيدني شغلي دي حتفيدني كمان المجتمع ككل مجتمع الرياضي عايزي أرشف تاريخ النادر أهلي العظيم في 100 سنة 110 سنة 12 سنة اللي عايزي أرشف تاريخ السينما في مصر اللي عايزي أرشف تاريخ الحياة التمعية في مصر الشوارع الأماكن شيء عظيم طورت شوية بقى وعطلت جوادي شوية قلت عندي حلم وهدف أني عندي حاجة جيدة مختلفة عن الناس فمتعجمي الحياة القديمة بقيت أرشف كل حاجة الجورنان أحاول على الدقاء ما أقدر يعني مش كل حاجة بجمعها من أول مطاري عدد دلوقتي المجلة الندرة زيكات مجلة فنية سياسية أدابية تاريخية حتى وقت متخصصة كنت جمعها من أول عدد آخر عدد وجمعها وجلدها ومشيها وراء بعض وده فاتني جدا جدا لأن كل المؤسسات الزيكات في مصر وخارج مصر الحمد لله بتعتمد علي في أنها إزاي تظهر التاريخ العظيم لكل دولة أنا ما أجأ أتكلم تاريخ ما أتكلمش باتجاه معاية بتكلم تاريخ تاريخ ممكن ناس بتحترمنا عشان كده بتكلم تاريخ لكن انتماء الأهل نادي الأهل ده مفروغ منه لأنها من وراء طفل فطبعا أنا بحاول على قد ما أقدر إزاي نادي عظيم كان بداية الوطنية والمبادئ والقيم دي مش عشعار ده اقروا التاريخ شوفوا التاريخ بيقول إيه أنا مش هتكلم مش قول أنا أهلاوي مش قول إن فيه مبادئ والقيم لأنا حقول لي هو التاريخ اللي ورايا اللي بتكلم ده يقول إيه شوف إزاي نادي الأهلي بدأ إزاي وإزاي الوطنية وإزاي كانت الناس بتجتمع في المياه دي على إيده واحدة إزاي كان في كل مصر ما تقع في أي مشاكل أدوان سلاسي المواخزة ناقسة الإنجليز في مصر إزاي كان نادي الأهلي مكان بتجمع فيه الناس عشان يقفوا قدام الاحتلال شوف مين يمسكوا نادي الأهلي مفيش حد يعني برضو تاريخ مفيش حد يمسك نادي الأهلي كده ده شخصيات عظيمة وليها تاريخها وليها وضعها ووضعها الاقتصادي ووضعها الرياضي وليها الاتماعي مش أي حد أنا بسفة عامة أنا بعمل تاريخ الرياضة في مصر في مئة سنة حتى في الأقاليم بعمل لهم تاريخ وإن كان أنا بحاطف شوية كل جهازة عندي أغلبها الأهلي بطاطق عظيمة وكثيرة قد لقى أغلب الجرارة ده المجلات والصورة الفتوغرافية والوسائق بتتكلم عن نادي الأهلي مش أنا اللي بجمعه لا ده هو التاريخ كورلي جول نادي الأهلي كان زمان الأهلي دول الأول دول وطني نمر واحد وطن قبل البطولات أول بطولها طبعا لما خدها في 1223 بعد ما كانوا احتكرها أكتر من فرقة تانية بينها قوات تابعة قوات الجيش الإنجليزي وقوات سماكينجز أكتر من فرقة يعني لكن إزاي تشوف أول زول الأهلي على الخريطة وبطولت أول دور وبدأ التاني دور يأخدها وبدأ بعد كده بقى يطور والثلاثينات والأربعنات والخمسينات وإن كان الخمسينات بعد جيل الزهبي كان فيه كابتن الجار وكابتن صالح السليم كابتن كبار مبالب جدا يعني عززوا عززوا ورفعوا من رأية هذه LösungIE أكتر وأكتر كل عير كل إداري كل إنساء من أخصر واحد أموسيقى من أخصر واحد الأكبر واحد في النادي الأهلي كمجموعة بقى انقطبته ليه يضروا في تاريخ النادي الأعلي ولي كان يرسل النادي الأهلي في كل الأوات هو جمهوره ارجع ده مش كلام من عنده ارجع لأرشيف ارجع للتاريخ جمهور الأهل عمره ما استغنى عن نادي الأهل ناس كتيرا حاربوا نادي الأهل من فرق كانت تحاول توقف وتعرقلوا من بعض الناس كان مسؤولين كبار زمان مسؤولين في الستينات وفي الاربعينات زي ما احنا بنوه في أكتر من كيف في التلاتينات ها إزاي دول الوطني كان الانجليز بيحاربوه فبعض اللي بتاولوا حاولوا وقفوا وطريته مسيرته الانجليز ده مش كلام حارب ده بالوثيقة عشان الناس تعرف ايه هو النادي الأهل وإن شاء الله أنا كان ليه حلم برضو من رباني يكرمني إن شاء الله ومش بسيط طول عمري بأحلم يعني وإن شاء الله رباني بيكرمني مع الحلم إن أعمل زي ما كنت بفكر زي ما أعمل طريق مصر العظيم السياسي وفني واجتماع في 100 سنة بأحلم أعمل النادي اللي أنا بحبه وبعشاءه من ونطفل صغير تاريخ النادي الآن